تانية لحضرتك برضو بتشيرتل للنادي الاهلي وعايز عرف قصتها ايه ده ماتش اعتقد الصورة دي كنا في ماتش مع ليجيا وارسو البولندي كان ساعتها بولندا 74 75 75 كانت بولندا تالت العالم وكان اعظم فرقة كانت عندهم اللي هي ليجيا وارسو كان تضم تقريبا نص منتخب بولندا الحارس وكان داينة كان لعب نحسن لعبها في نص الملعب وزرماخ ولاتو كتنا والمرحوم الكابتن شازلي كابتن شازلي اه كابتن حسن موجود او اه طبعا في الصورة كلها الكابتن اكرامي الكابتن محسن صالح كابتن سمير حسن دكتور سمير حسن كابتن طهر الشيخ كابتن شازلي الله يرحمه كابتن متحط رمضان دكتور متحط رمضان كان دكتور منتخب كابتن مصطفى يونس الجلسين من الشمال كابتن حسن حمدي كابتن احمد عبد الباقي العبد لله وطبعا كابتن عبد الصمد يعني تشرفنا باللعب مع النادي الاهلي في المباراة ديات انا وكابتن شازلي كانت مباراة عن الحقيقة انا كنت حتى من ضمن المصادفات كنت في اسكندرية لانه كنت جاي كنا جيب مع المم ان المنتحب كنا باللعب السودان في السودان وجيت كانوا الشركة عندنا جوم خدونا عشان حنلقب الماتش النهائي في اسكندرية في الدورة ففعلا روحت وبعدين بعد اما وصلنا ولعبنا اتصلوا بي قالوا لي تعالى عشان النادي الاهلي عايزينك فتعدلنا فقالوا لسه هنقعد لبكرة ونلعب نعيد الايه الماتش قلت لهم لانا بكرة انا همشي نعمل قرعة واي حد يكسب عمل القرعة الفرقة التانية كذبت كنت مش قدريب بعض ساعتها تعبته لا خلاص بقى انا كنت لازم ارجع لان كانوا عزين في النادي الاهلي عشان احضر معاهم التدريبات وكذا كلام فطبعا يعني كانت العلاقة جيدة يا كابتن طول عمرها يعني لا طول عمرها يعني الحمد لله يعني الواحد علاقة الترسانة بالنادي الاهلي او بالزمالك او الاندية كلها عمتا حتى علاقتنا بالاندية في اسكندرية في المحلة كانت متحسش ان فيه يعني ضغينة او فيه مشكلة خلاص مباراة في كرة القدم متاهد تتنفسني وبنفسك والافضل هيكسب واللي كسبان النهاردة ممكن يبقى متعادل خسران بكرة فكانت العلاقة بين الاندية وبعضها كويسة ودي طبعا يعني مش اول مرة السورة اللي حالك قلتها وانت جايين من اسكندرية مخصوصة شتنعبه حالا غيرك كابتن جي الله يرحمه كابتشازل وبرضو دي مش اول مرة يعني ممكن النادي الاهلي استعان بالله يرحمه كابتن بده وعفتاح طبعا نجمل اولومبي طبعا نجمل اولومبي والترسانة هو كان ايميها في الترسانة ساعة لعب مع النادي الاهلي في مباراة مع بنفيكا يعني كسب 3 اتنين وهو تعور حتى رجله كسرت كان بنفيكا بطل اوروبا كان بنفيكا بطل اوروبا كان مجموعة كبيرة فعلاقاتنا بالنادي الاهلي دائما علاقة طيبة واحنا شخصيا يعني علاقتنا بلعابة الاهلي بلعابة الزمالك يمكن من صغرنا ايام ما كانت فيه حاجة اسمها مدارس الكورة اللي هي دلوقتي بيسموها اكاديميات كنا نعرف بعض كويس ان العدد ما كانش كبير بالشكل ده يعني كابتن فتح مبروك دكتور سمير حسن كابتن متحد مصطفى يونس كابتن حسن حمدي سواء كانت علاقتنا في المنتخبات او مع الاندية ونفس القصة مع الزمالك كان برضو من دفعتنا كنا من صغرنا وطبعا بس ما كانش فيه المحور ده بيننا وبين الزمالك فبنشوفهم من الباب للباب يعني فاروق عفر والخواجة وعلي خليل ودي طبعا صورة برضو يعني الاربعة دي بعيد عن الصورة الجمعية برضو في نفس المباراة نفس الماتشة نفس الماتشة كان الكابتن احمد عباقي وطبعا طهر الشيخ وكابتن شازلي وكابتن متحد طبعا كان الستاد مليانا على آخر ما فهوش نفس والله كانت أيام ايا يعني دايما كده واحنا طبعا يمكن في مرة تانية وكانت من حاجات المصادفات العجيبة ماتشنا احنا والنادي الاهلي سنة 74 الملعب تقفل الساعة 12 الظهر والماتش 3 والماتش ما كانش حي ايه هيتزاع هيتزاع ما كانش هيتزاع فلما لقوا الملعب تقفل ابتدوا في التلفزيون يعلنوا انهم هيتزاعوا الماتش وكاميرات موجودة فعلا من الحاجات المفرقات اللي حصلت الماتش تسجل وتزاع بالليل ما تزاعش في وقتها اه اوكي ليه بقى لان كان الله يرحمه كابتن حسين مذكور هو اللي حيزاع الماتش ما عرفش يخش ما عرفش ييجي من الزعب من الزعب لانه كان برا فوق عن حوالي يعني تقول عشرين او تلاتين الف مشاهد تاني صعب انهم يخشوا الاستاذ لراجت الناس كانت قاعدة على اللبراك بتاعت الكهرباء في المبارة دي فتزاع وتسجل وتزاع بالليل لانه بقى يطلبوا من الناس انها تمشي خلاص لان الببنة قفلت ومحدش هيخش فالناس خلاص تمشي طرقوا هتتفرق هناك فطبعا ما تزاعش تزاع بالليل تزاع بالليل ساعت فكان الاستاذ برضو في التوقيت دوت كان يعني اه طبعا كان زمان المشجعين بيحبوا يجل ايه المباريات يعني كان دائما ان المتشات كانت معظمها كانت تبقى يوم جمعة في ناس بتروح يوم الجمعة ده مثلا تروح تصلي في النادي او في الاستاذ وبعد الصلاة تقعد فرق بعدها بقى جايبة اكلها جايبة مشروبها حاجتها وتقعد عشان رايحة تستمتع فكانت الناس بتروح للمتعة يعني الجمهور كان بيروح يتفرج اه على الاهلي على الزمالك مش الشرط انه يبقى جمهور النادي المخصوص بتاعه فكانوا بيروحوا برضو تفرجوا دي يعني اصبحت الان للأسف ما هياش متوفرة بشكل كبير نعم